اشتركوا في القناة لفروض الفصل الثاني في الفيزياء والتكنولوجيا لتلاميذ الأولى متوسط نماذج رائعة خليكم معنا طيب نبدأ بالنماذج الأول قبل ما نبدأ وبارك الله فيكم هذه النماذج راني نطبعها من أنترنات ونجي معها الحل لكن الحل أحيانا ما نتأكدش منه ونديرش الجدول ونتأكد ونشوف الحل صحيح لذلك التلاميذ مطالبين باش يتأكدوا من الحل طيب نصيبوا خطأ ولا زوج أحيانا لكن التلميذ يتأكد بارك الله فيكم اتأكدوا من الحلول نديروا النموذج اللول هكا قبل ما يطالع التلميذ على الحل يحاول الحل في البيت ولا أولياء التلميذ يحلوا مع أبنائهم ويتأكدوا من الحل لما يسيب إشكال في كاش النقطة ولا خطأ يكتب ليه في التعليقات وأجيبكم إن شاء الله النموذج الأول هذا التمرين الأول أكمل ما يلي عندك المقدار الفيزيائي الطول ما هو الجهاز الذي نقزه به الطول وما هي وحدة قياسه الآن هنا في العكس أعطى لك وحدة القياس اللي هي الليتر ما هو الجهاز اللي نقزه بها الليتر وما هو المقدار الفيزيائي هنا أعطى لك الجهاز ما هو المقدار وما هي الوحدة وهنا أعطى لك وحدة القياس اللي هي الدرجة المئوية درجة سي درجة هذه تمرين الثاني حول التحويل لذلك التلميذ بارك الله فيكم في الفيزياء لابد كل تلميذ يحفظ الجداول تأس سنتيمتر المكعب تأليتر تألغرام جميع الجداول يحفظها التلميذ ويعرف كيفاش يرسمها لأنه في الفرض ولا في الاختبار ما يرسم لكش الجدول أنت ترسم الجدول تحت حوال في المسودة بارك الله فيكم 6.5 كيلومتر نحولها للسنتيمتر 24 سنتي لتر نحولها للليتر 635 مليمتر مليمتر مكعب نحولها للمليمتر نتابع 10.7 أو 10.71 دي كغرام دي أجي دي كغرام كين الدي سي غرام هو الدي جي ودي كغرام فيها الآفة الوسط دي كغرام 10.71 دي كغرام نحولها للطن نتابع مليح تمرين الثاني أنبوب مدرج به كمية من الماء حجم الماء هذا 140 سنتيمتر مكعب وضعنا به جسما صلب درنا فيه لدخل جسم صلب فارتفع منسوب الماء ارتفع الماء إلى 165 سنتيمتر مكعب ما هو حجم هذا الجسم الصلب قدر هذا الحجم بالمليلتر ما هو حجم هذا الجسم الصلب ثم قدره بالمليلتر نضيف إلى هذا الجسم لرهف الماء داخل شكل آخر متوازن مستطيلات أبعاده خمسة سنتيمتر الطول خمسة لعرضة ثلاثة والارتفاع ثلاثين كامل بسنتيمتر إلى أي درجة نزيد يطلع الماء أثمين الثالث أكمل الجدول الآتي عندك الخليط قمح زائد فاصولية ما نوع هذا الخليط؟ كيف نفصل بين المكونات هذه برادة الحديد ومسحوق الكبريد ما نوع هذا الخليط؟ وكيف نفصل بينهما ماء البحر ما نوع خليط ماء البحر وكيف نفصل أو كيف نصف ماء البحر طيب نشوفوا النموذج الحلتة هذا النموذج الأول اللي شفناه الطول الجهاز اللي نقصوا به طول هو المستارة ولا القدم القنوية ولا غيرها الوحدة هي المتر ولا الديسيمتر ولا الكيلومتر إذا كانت مساحة طويلة السوائل الجهازتها هو المخبار تقاس بالليتر الكتلة الجهاز التاحة هو الميزان نقصها بالغرام ولا بالكيلوغرام الحرارة الجهاز التاحة هو المحرار ونقصها بالدرجة أو السي درجة الدرجة المئوية تابعين الثاني التحويل ستة فاصل خمسة كيلومتر لما نحولها للسنتيمتر نزيد الأصفار علىه لأنه نحول من وحدة إلى وحدة أصغر منها نضيف غير الأصفار لاحظ كيلومتر هذه ديكامتر المتر ديسيمتر سنتيمتر إذا نضيفه أربع أصفار والفاصلة تروح 24 سنتي لتر لما نحولها للليتر تولي السيفر فاصل 24 لتر 685 مليمتر مكعب لما نحولها للمليمتر تولي السيفر فاصل 685 وكما قلت التلميدي تأكد من هذه الإجابات 10.71 ديكاغرام لما نحولها للطن نضيفه الأصفار مع الفاصلة لأنه الطن أكبر من ديكاغرام تولي لي 0.0.0.0.0.0.1 إذن هذه تقوات كيمارة تروح لها الفاصلة وتجي منها طيب هذه ديكاغرام ديكاغرام الهيكتوغرام الكيلوغرام طيب ديكاغرام مرة هنا ديكاغرام الهيكتوغرام الكيلوغرام ومبعض خانة فارغة ومبعض القينطار ومبعض الطن يظهر لي صحيح صحيح التمانين الثاني حجم الجسم الصلب هو تليه 25 سنتيمتر مكعب كيفاش عرفنا 165 ناقص 140 تعطينا 25 سنتيمتر مكعب تقدير حجم الماء بالميليلتر هذه نحولها للميليلتر 25 سنتيمتر مكعب هي نفسها 25 ميليلتر نتابعها مليح سنتيمتر المكعب هو الميليلتر حجم المتوازن مستطيلات لي زدناه فوقه هو 30 سنتيمتر مكعب الطول في العرض في الارتفاع 5 في 3 في 2 تعطينا 30 30 سنتيمتر مكعب نحولها للميليلتر تقعد نفسها 30 سنتيمتر مكعب هي نفسها 30 ميليلتر التدريجة التي يصل إليها الماء بعد من ضيفه موز دوازن مستطيلات يولي 195 سنتيمتر مكعب اللي هي 195 ميليلتر علىها ضفنانو 30 ضفنانو 30 متوازن مستطيلات التمرين الثالث قمح زائد فاصولية هذا خالط غير متجانس كيف نفصله بالعين المجردة نقدر ننحو الفاصولية وحدها والقمح وحده برادة حديد زائد مسحوق كبريت هذا نوع الخالط غير متجانس بالمغناطيس نجيبه المغناطيس الحاديد يتبع المغناطيس ويقعد مسحوق الكبريت ماء البحر خالط غير متجانس كيفاش نصفه؟ نصفه بالتقطير عن طريق عملية التقطير يخرج الماء النقي وحده طيب النموذج الثاني تمرين الأول نضع في كوبين متماثلين كميتين متساويتين من الماء النقي انتبه ماء النقي حجم كل كمية 100 ميلي لتر ثم نضيف للأول 10 غرام والثاني نضيف له 30 غرام من الملح فنحصل على خالطين ما نوع الخالطين المتحصل عليهما وكيف نسمي كل خالط أي الخالطين أكثر تركيزا؟ ولماذا؟ وما اسم كل خالط عندئذ؟ احسب كتلة الخالطين إذا علمت أن كتلة 1 كيلوغرام هي 1 لتر من الماء النقي 1 كيلوغرام هي 1 لتر مثل الخالطين بنموذجي الحبيبي النموذج الحبيبي تمرين الثاني ليكن العنصر الكهربائي هذا ما اسم هذا العنصر؟ ما رمزه النظامي؟ وما الدلالة التي يحملها؟ مثل باستعمال الرموز النظامية مخطط دارة كهربائية تتكون من هذا العنصر مصباح، قاطعة، محرك كهربائي، ونواقل إذا ربطنا هذا العنصر مرة بمصباح توتره 3.8 فولت وأخرى بآخر توتره 12 فولت كيف تكون الإضاءة المصباحين؟ أعلل تمرين مهم هذا الثمانين الثالث أكمل الجدول الآتي بوضع علامة فيه في الخانة المناسبة عندك ناقل ولا عازل؟ قطعة نقدية، ورقة، قطن، ماء مقطر، تراب، خشب مبلل، ماء إفري، زجاج، جسم الإنسان والهواء اللي ناقل ندير فيها ناقل ولا عازل ندير عازل؟ عازل معناه لا ينقل الكهرباء نشوفوا الحل النموذج الثاني هذا تميل أول نوع الخليطين المتحصل عليهم خليطين متجانسين يسمى كل خليط محلول مائي إذن الماء زائد ملح يقول لي محلول مائي ماء نقي زائد ملح يقول لي محلول مائي طيب الخليط الذي يحتوي على كمية ثلاثين غرام من الملح هو الأكثر تركيزا من الخليط الثاني لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الملح أي أكثر من الخليط الأول إسم الخليط الأول محلول مركز إسم الخليط الثاني محلول مشبع هذا مشبع أكثر من الأول طيب واحد لتر تساوي واحد كيلوغرام إذن صفر فاصل واحد لتر تساوي صفر فاصل واحد هكتوغرام أي مائة لتر واحد ديكاغرام 100 لتر كتلة تقابلها 1 ديسي لتر ويساوي 1 غرام 1 غرام إذن 110 غرام كتلة الخالطة الأول 100 زائد 10 تساوي 110 كتلة الخالطة الأول هي 110 غرام كتلة الخالطة الثانية 130 100 زائد 30 إذن اللول 110 غرام والثانية 130 غرام التمثيل فالنموذج الحبيب هذا الأول في غشوية والثاني مشبع فيه بزاف تمرين الثاني اسم العنصر بطارية رمزه النظامي هكا دلالته 4.5 فولت مخطط الدارة الكهربائية ها هكا يجي مخطط الدارة الكهربائية هذه القاطعة وهذه البطارية وهو آم وهو المصباح تكون إضاءة المصباح الأول عادية لأن دلالة المصباح ليست أقل بكثير من دلالة البطارية بل مناسبة لها بينما إضاءة المصباح الثاني ضعيفة لأن دلالة المصباح غير متناسبة مع دلالية البطارية فهي أكثر منها بكثير أكثر منها بكثير طيب الجدول الآخر القطعة النقدية ناقلة للكهرباء الماء المقطر ناقل للكهرباء خشب مبلل ناقل للكهرباء ماء إفري ناقل للكهرباء جسم الإنسان ينقل للكهرباء طيب العوازل التي لا تنقل للكهرباء عندك الورقة القطن التراب الزجاج والهواء الهواء الزجاج التراب القطن الورقة عازل لا تنقل للكهرباء بارك الله فيكم في الأخير لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة بارك الله فيكم لإقدر بارتاجنا الفيديو في الصفحات في المجموعة جزاكم الله خيرا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة